شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم اسمح لي في البداية لدي مجموعة من الكلمات من المستشارين المرافقين لي لكن سأتحدث بقلبي لكم جميعا سأسترجى الكلمة لأن هذا الحدث هو هام وتنتظره شعوبنا منذ فترة طويلة كما أشار سيد رئيس اندونيسيا بأن مناطقنا أو عالمنا كان يفتقد إلى القادة وهذه المجموعة الخمس والتي تمثل القادة الجدد لدولنا عليه هذه تعتبر منطلق هام جدا ممكن البناء عليه وتخرجنا من الأزمات التي تعانيها دولنا فتجربة الدول الخمس هامة جدا لأنها أيضا نهضت من الأزمات التي كنا نحن نعيشها فكانت أزمات أزمة كبيرة تعاني منها جنوب أفريقيا والصين أيضا فرضت نفسها كأهم اقتصادات العالم بعد عدة جراءات ونضال كبير خاضته في لرفع معيشة المواطن الصيني لذا نحن نريد نريد من الدول الخمس أن يساعدوا هذا العالم الشبيه لعالمهم الذي كانوا فيه بمعنى بالخبرة بالإدارة بالإمكانيات نعم أفريقيا غنية وهي الأفقر إد في أفريقيا يباع الكيلو الكاكاو بدولار لكي تشتري قطعة من الشوكولاتة ب15 دولار بمعنى نحن محتاجين إلى الصناعات التحويلية نحن ليبيا دولة غنية ومنتجة للبترول ونبيع البترول بإسعار بخسة لنشتريه مصنع بأرقام فلكية أيضا لذا نحن أحوج ما نكون لأن نغير إدارتنا لمؤسساتنا ولأموالنا بمعنى ما ينقص ليبيا ليس الأموال بل تنقصها الإدارة الحكيمة وأيضا مكفحة الفساد المستشري في معظم دولنا ولهذا لابد من الاقتداء من الدول الخمس لمعالجة هذا الأمر الهام والمؤثر جدا على عدم نمو دولنا إن شعوبنا الآن لا تنتظر منا أن نلقي الخطب أو ندغدغ العواطف بقدر ما تنتظر منا شيء ملموس تراه على الأرض لذا هذا التجمع الكبير ولقاه اليوم مع مجموعة البريكس يعني إن نحن ندعم هذه المجموعة بل نستعد الجميع للانضمام عليها ولا يعني هذا بأي حال من أحوال استعداء أي طرف إن كان أو أي طرف خارج هذه المجموعة أو محاولة خلق عدوات مع أطراف الآن قد تتهجم على هذه المجموعة أو ما تحاول القيام به من تنمية وقيادة حكيمة لشعوبها نحن في ليبيا كما تعلمون صبر الشعب الليبي طويلاً ثم انتفض وكما ترون في دول الساحل أيضاً الشعوب تنتفض يومياً وهناك الكثير من الدول قد يحصل فيها ما حصل في ليبيا أو غيرها عليه لا بد من معالجة هذا الأمر من الأساس وهو توفير الوظائف أقول توفير الوظائف وهذا موجه للدول الأخرى التي يهاجر إليها أبنائنا نحن لسنا سعداء بأن يموت أبنائنا في الصحاري وفي المناطق للتشهد اقتتال ويتعرضون للخطر أو يموتون في البحار أو يتشردون في شوارع أوروبا نحن نريد منكم أن تساعدون في إقامة الصناعات الصغرى والمتوسطة والاهتمام بالزراعة والصيد البحري وسواها فنحن نريد أبنائنا أن يبقوا في أوطاننا نحن أيضاً لا نريد أن يدفع أبناء شعوبنا وخصا الشعب الأفريقي أو سواه من آسيا أو غيرها أو حتى أمريكا اللاتينية أن يتعرضوا للخطر أو يموتوا على حدود الدول الغنية فيجب أن تكون هذه المجموعة أن تنضم إلى أو تتحدث إلى الدول الكبرى الأخرى بأنها أن تعمل معنا بخطط واضحة وجلية ومفيدة لشعوبنا وأشكركم شكراً زينا